عايز فيه وقت مهم جداً كان في المباراة بعد الهدف التاني بعد الهدف التاني ده كان كفيل أن الفرقة تنهار يعني أنت دخل فيك هدف آخر الشوت الأول نازل بتنفذ تعليمات الكوتش في الملعب ونازل بتفكر إزاي تعود الهدف اللي جي فيك تقوم تستقبل هدف في بداية الشوت التاني الوقت ده لأي رياضي تحبط أي حد ولكن لقينا النادي الأهلي من بعد الهدف التاني لغاية ما أحرز هدفه بالهدف علي معلول بضربة الجزاء وبعديها كمان يمكن بسبع تمن دقايق النادي الأهلي مش ند لأ النادي هو الأفضل وضربة الجزاء اللي صدق الشيناوي قد الدفعة كبيرة جداً للعيبة أنا أصدق أقول أنه يعني بالرغم من كل المطبط تتلعب فريق كبير وفريق متوفق وممرت بمطبط أثناء المباراة كفيلة أن تخليك تنهار وترجع تنكمش وتدفع وتقول أنا كده كويس قوي أنا أطلع بالنتيجة دي مع ذلك أنت الآخر ثانية بتهاجم لآخر ثانية فتح الملعب لآخر ثانية عايز تحط أهداف لآخر ثانية عندك إيمان وعقيدة أن أنت ممكن تكسب أنا شايف أن مباراة مباراة هي نقلة نقلة في المنتالي بتاعة اللعيبة نقلة في المنتالي بتاعة النادي ومشاركاته في كأس العالم الأندية ما بقاش بس أن أنت راح أداء مشرف النقلة دي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة معاك ومع ضيوفنا طبعا الأشرفونا في الحلقة لكن عايزة برضو أقول حاجة تانية لها علاقة بنظام البطولة وإحنا عمرنا في قناة الأهلي ما بنتكلم على فكرة الشمعات وأنه السبب كان كذا لكن الحقيقة برضو اللعيبة دي لابد أن احنا نرفع لها القبعة ونحييهم على مجهود بوزل في أقل من أسبوع أو في فترة أسبوع احنا ابتدنا البطولة الأربع قدام أوكلين سيتي بعد كده السبت قدام سياتل ساوندرز بعد كده الأربع تاني قدام ريال مدريد تلات مطشاط تقال جدا كأنك بتلعب تلاتة نهائي دوري أبطال أفريقيا تلات مطشاط في أسبوع واحد فاللعيبة بزلت مجهود ده غير طبعا أنه في كل الرحلة بداية من القاهرة وسوءا للمغرب أنت اللعيبة عملها زي الرحالة يعني رحوا تطوان وبعد كده رحوا تنجا وبعد كده رحوا الرباط والنهارده بيرجعوا على تنجا تاني فكل ده لود ومجهود كبير جدا في خلال فترة زمنية بسيطة جدا وطبعا الريال ما ابتداش البطولة من أولها وملعبش مطشاط قوية زي دي لو كان ابتدى معنا ولعب تلات مطشاط زينا ما كانش برضو هيبقى بنفس الحالة البدنية اللي بيواجهنا زي ما كان بيواجهنا مبرح لكن خلينا الأول نقول شابول اللعيبة وشابول الجهاز الفني وشابول إقدارة النادي الأهلي وشابول جماهير النادي الأهلي اللي كان بتراهن على الأهلي قدام ريال مدريد ده في حد ذاته بيعكس قد إيه الجمهور مصدق أنه الأهلي بجد لا يعرف المستحيل صحيح موسيقى